معالجة المرنة يسمى المرنة الناتج من عملية نسخ الـ DNA بالمرنة الأولي، والذي يتحول إلى المرنة الناضج بعملية تسمى عملية معالجة المرنة، حيث يتكون المرنة الأولي من إكسونات، وهي المناطق التي تترجم إلى أحماض أمينية، وإنترونات، وهي مناطق لا تترجم إلى أحماض أمينية، لذلك تم إزالتها. تبدأ عملية معالجة المرنة الأولي بإضافة القبعة، وهي القاعدة النيتروجينية، الجوانين، التي ترتبط مع النيوكليوتيد الأول في شريط المرنة، ثم إضافة الذيل في نهاية المرنة، وهي وحدات متكررة من القاعدة النيتروجينية، الأدينين. ثم تتم عملية إزالة الإنترونات، والتي تسمى معالجة الرنة، بواسطة جزيئات تسمى السيبليوسوسوم، والتي ترتبط بنهاية الإنترون وتقوم بإزالته. وبهذا يكون قد تكون الرنة الناضج، والذي يغادر النواة عبر الثقوب النووية ليستقر في السيتوبلازم لتبدأ عملية ترجمته.